مشاهدين دلوقتي هنسيب حضاراتكم مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع منا الشراوية فضال يامن شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون قد استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي جاء ذلك خلال اكتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري ريو الزراعة وعدد من المسؤولين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وتم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيادة السكانية هي قضية محورية للدولة مؤكدا ضرورة تكامل دور الحكومة والبرلمات في هذا الملف المهم وخلال تعقيبه على مناقشات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب أوضح مدبولي أن الحكومة تأمل في الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بشأن تفاوض مع صندوق النقد الدولي في غضون شهرين وخلال المناقشات أضاف مدبولي أن الدولة مستمرة في دعمها لقطاع السياحة وسيتم افتتاح مطار العالمين قبل الموسم الصيفي لاستقبال السائحين موضحا أن مطار سفينكس سيتم افتتاحه في يوليو المقبل ويتم تنفيذ تطوير كامل للمطارات لدعم قطاع السياحة شاركت مصر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي والذي عقد بالكويت وشارك فيه الوزير المفاوض محمد فؤاد مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية وأوضح فؤاد أن الاجتماع تناول التحديات الخاصة بتعامل مع ايدولوجيات الجماعات الإرهابية والأوضاع الإنسانية في معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا والتحديات المتعلقة بالتحقيقات في الجرائم التي اتكبتها عناصر داعش الإرهابية والملاحقة القضائية له بحث الرئيس التونسي قيس عيد مع الرئيس المنصق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صادق بالعيد الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل لجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية وخلال اللقاء تم التطرق إلى اللقاءات التي تمت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة ثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة ارتفعت حصيلة عملية إطلاق النار بولاية تاكسس الأمريكية إلى 21 قطيلا بينهم 19 طفلا وفق ما أعلن حاكم الولاية هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية والمواقع العسكرية حدادا على ضحايا إطلاق النار في تاكسس دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوب الأسلحة النارية وذلك بعد حادث ولاية تاكسس وفي خطاب إلى الأمة ألقاه من البيت الأبيض شدد بايدن على وجوب تجديد قوانين بيع الأسلحة النارية وحيازتها لسيما الأسلحة الهجومية قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم أن الرئيس جو بايدن لا يستبعد استخدام قيود تصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية هذا وصدرت الولايات المتحدة حوالي 8.6 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة في 2021 وهو ما يزيد قليلا عن ما استوردته بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكوريا الجنوبية للأنباء تأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة في الوقت الذي اختتم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة إلى المنطقة الشمالية شملت كل من كوريا الجنوبية واليابان ورياضيا يلتقي روم الإيطالي مع فاينل دروتر دام الهولندي تسع مساء اليوم في المباراة النهائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي كان روما قد تأهل للنهائي بعد فوزه على الإستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بينما سعد فاينل للنهائي عقب تخطيه عقبة مارسيليا الفرنسي ختم موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل